إيجاد الدوالة العكسية للدوالة الأسية فهل السؤال يقول لي يقيس من قياس رختر شدة الهزة الأرضية وتعادل شدة الهزة الأرضية عند أي درجة عشر أمثال شدة الهزة الأرضية للدرجة التي تسبقها يعني كل واحدة أكبر من الثانية بعشر مرات هي أن شدة الهزة الأرضية سجلت سبع درجات على مقياس رختر تعادل عشر أمثال شدة الهزة الأرضية سجلت ست درجات على المقياس نفسه ويمكن تمثيل شدة الهزة الأرضية بالدالة ويساوي عشر إكس ناقص واحد حيث أن إكس الدرجة على مقياس رختر طيب الملخصين يعني أن مقياس رختر هذه معادلته وخلاص طيب المطلوب الأول يقول ليستعمل المعلومات المعطاة في فقرة الرطمة الحياة لمعرفة شدة أقوى هزة أرضية في القرن العشرين طيب لو رجعنا للفقرة اللي بيقول عليها نلاقي أن أقوى هزة أرضية كانت 9.2 درجة على مقياس رختر لو عودنا في الدالة عندي Y يساوي إنها عشرة والإكس هي الدرجة على مقياس رختر بس نحضبها للإكس 9.2 ناقص واحد وهذا حيساوي عشرة أس 8.2 لو جبناها بالآل الحاسبة نطلع شدة الهزة الأرضية وحتكون هذا الرقم مطلوب الثاني يقول لي أوجد معادلة على الصورة Y يساوي لغرتم X للأساس 10 زائد C للدالة العكسية طيب ناخد هذه الدالة ونجيب الدالة العكسية لها Y يساوي 10X ناقص واحد عشان نجيب الدالة العكسية نحط بدل الXY وبدل الYX صور X يساوي 10 أس Y ناقص واحد الآن نحل بالنسبة للY يعني نخلي الدالة Y تساوي الدالة نفسها طيب الY عندنا في الأس كيف نتصرف نحولها لدالة لغرتمية يعني حنقول لغرتم الX والأساس عندنا 10 يساوي الأس اللي هو Y ناقص واحد بس حولناها لصورة لغرتمية شوف هذا الأساس 10 نرفع للأس وY ناقص واحد يساوي X هي الدالة اللي عندنا فوق خلاص نرتبها ونحل في Y صاري عندي بسالب واحد نقول لطرف الثاني يصير Y يساوي لغرتم X لأساس 10 زايد واحد وهذه الدالة المطلوبة فرسو يقول لي أوجد الدالة العكسية لهذه الدالة بعد الدالة لأسية نبقى نجيب الدالة العكسية طب أول خطوة عشان نجيب الدالة العكسية بدل الY نحط X وبدل الX نحط Y صاري X تساوي نص أس Y الآن لازم نحل في Y طب Y هو أس صاري لازم نحولها للصورة للغرتمية صاري ناخد لغرتمة X والأساس عندنا نص يساوي Y وبس هذه الدالة العكسية إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه